السلام عليكم اليوم جيت نقدم معكم بتشكيلة حلوية رائعة بعجين واحدة كنحتاجوا واحد مارقالين كنحتاجوا ثلاثة البيضات كنحتاجوا ثلاثة البيضات كنحتاجوا واحد خمارة حمراء واحد الضاني والدقيق حسب الخالط هالتشكيلة كتجي رائعة وزوينة لا في الشكل ولا الماداق كتشكلها بطريقة اللي بغيتو سنخدم الزبدة كتكون بحرارة المطبخ سنخدمها ساندة مزيان حتى تدوب معنا هذيك ساندة سنستمر على هالطريقة ومن بعد سنضيف لها باقي المكونات ثلاثة البيضات ثلاثة البيضات سنخدم الزبدة ومع ساندة سنخدم الزبدة سنخدم الزبدة سنخدم الزبدة سنخدم الزبدة حتي يكون عندنا على شكل كريمي من بعد غادي نضيفوه الفاني ونضيفوه كس ديال الزيت نخلطه تدريجيا حتى تنسجم معنا العناصر مزيان نضيفوه شوية بشوية نستمروه نستمروه الشيشة في هذه الحلوه شيشة تشكلها بالطريقة اللي بغيتي الزبدة مع الزيت مع الزيت مع الزيت مع الزيت والخميرة نضيفه دقيق تدريجيا نضيفه كيس ديال خميرة حمرة ديال حلويات وغادي نجمعه العجين ديال حلوى ونستمره على هالطريقة حتى نكملها الدقيق اللي عندنا حتى تجمع الحلوى ما تكونش قاسحة تكون على هالطريقة ومن بعد غادي نشكلها على الطريقة اللي احنا بغينا وغادي نقسمها على ثلاثة الكوريس واحدة غادي نضيف ليها الجنجلان محمر نسموها بالجنجلان غادي نخدمها بطابعة ديال ديال الوردة نضيفها بطابعة ديال البطاطا نضيفها بالسكر نضيفها بطابعة ديال البطاطا نضيفها بطابعة ديال نضيفها بطابعة ديال نضيفها بطابعة ديال غادي نستمر على هالطريقة حتى نكمل نضيفها بطابعة ديال البطاطا نضيفها بطابعة ديال البطاطا حتى نكمل الهيلة لكل شي ها هو فين وجد غادي ندخله الفران ومن بعد غادي الكورة الثالثة اللي خليت غادي نضيف بها ريش بوند هادي غادي نضيف بها طابعة ديال الوردة كي يجيب حركة هادي الكمية ديال العجين خرجت بها خمسة ديال الانواع كي يعطي واحد الكمية كبيرة غادي نستمر على هالطريقة حتى نكمل بطابعة ديال الوردة وفي هذه الأثناء ما تنسوا تدعموني بلايك واشتراك وتعليق محفز هادي الأنواع ديال حالويات اللي درس كي يجو هشاش ولو بتي تنسميهم كتنسميهم بأي طريقة اللي بغيتي ها هي ديال طابعة الوردة وجدت ها هي ديال الكوك هاني غادي نفندها في ديال ريش بوند غادي نفندها في الشوكلاة نديرها في الشوكلاة ومن بعد غادي نديرها في المسف الثاني ديال ريش بوند غادي نفندها في الكونفيتير انا اختارت هادي نديرها في الشوكلاة ومن بعد ندوزها في المسف الثاني ديال ريش بوند درته في الكونفيتير ودرته في الكوكلاة كتجيه شيشة ورائعة كتدوب في الفم جربوها وغادي تعجبكم بإذن الله كنستمروا لها الطريقة حتى كنكملوا من بعد غادي نزوق معاكم ديال الهيلال درتها على هات الشكل فنتها في الشوكلاة ومن بعد درتها كوكاو وشوية ديال الوز مطحون باش يكون عندنا شكل وديكور مختلف غادي نستمروا على هات الطريقة حتى نكملوا حتى نكملوا التزيين ديال الهيلال كيجي زوين الشكل دياله بهات الطريقة أنتم كتزينه بهات الطريقة اللي بغيت من بعد ما غا نكملوا تزيين الهيلال غادي نذوز إمعكم الرشigون فوقت غادي نذوز كل الله سوف أبعده بعيد كل ريشمن ومن بعد قربلواها في الكوكم لدينا الشكل بزاف ومدق ديالها زوين غادي نستمر معكم حتى نكمل ريش بوند تابعوا معي الفيديو حتى الآخر باش تشوفوا النتيجة النهائية ديال التشكيلة ديال الحلويات اللي درت معكم من بعد ما كملت هالأنواع اللي درت معكم درت ديال الوردة درت ديال الهيلل درت ريش بوند فند دافل فيرميسي شكولات فيرميسي ودرت معاكم ديال ديال طابع بطاطا هذه ديال الهيلل وهذا ديال طابع بطاطا حتى هي كتجيزونا هو نفس العجين ولكن خرجت منه خمسة ديال الأشكال كل واحدة مختلفة الثاني ها الطابل والبلاطو معانا عفوا البلاطو وعطانا واحد تشكيلة زوينة وجميلة لا في المنظر ولا حتى في المادة كل واحدة مختلفة على الثانية في المادة وهي نفس العجينة وبصحة والراحة نتمنى يكون الفيديو يعجبكم لا تنسوا لايك واشتراك وتعليق محفز بصحة والراحة ها هي ريشبون ركض شه شيشة ومعلكة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة